وانت بتلعب في الدرجة الاولى مين كان انتيمك او بيعود معاك في الغرفة بتاعتك في السفريات وفي المعسكراتك هو كان من خالد جدالله محمد عباس محمد عباس اه كنا المجموعة دي المحب نقعد مع بعض يعني في القوضة بالذات بالليل بقى بنقعد ندحك لو انت عوز بعت رسالة لقتي لمحمد عباس هتبعت هلو تقول له فيها ايه اقول له عباس انت لو كنت بتلعب في الايام دي كان حاجة تانية خالص يعني هو لعب فترة اللي فيها النجوم الكبيرة جدا جدا وكان لو حافظ على نفسه وكان اهتما بنفسه في الكرة كان حيكافحكم هذه الصورة دي فكر الصورة دي اه طبعا ربيع يا سينا هو محمد عباس وحمد الحديدي حازم وكناتك بكرامي كرديا مجد عبدالغاني كنا مجموعة كبيرة ده مين جميع محمد عباس اللي هو على شمام ده حمد الحديدي اه دعب معانا بردو دي كانت فين اللي الصورة دي؟ ده تقريباً كنا في إحنا في صفارة أو في احتفال في حاجة كده عيد ميلاد مثلاً؟ لا كنا بنحتفل بحاجة حاجة أنا فيه آه هنا فيه زينة آه كنا متجمعين اللعيبة كلها وبتاعه ومجد أفغاني هون الشنب بتاعه وفكره آه ولا أول واحد أيه أول واحد ندموع تاني آه كتير تقريباً كان توزيع جواز أو حاجة كده خدنا بطولة فيه توزيع جواز كنا بنحتفل كنت بتحب تلعب جمي مين أو بتستريح لي مين في الملعب بوس يا كبت أنا أول ما لعبت عشان لعبت طبعاً جمبك آه كنت بستريح في الكورة العرضية والحاجات دي كنت أحبك جداً أتابع الكورة بتاعتك حتى لما بكون قاعد بره بيتتابع اللي بيليل لازم حد يجري معاك كان الجمال أو الكبت الخطيب أو بتاعك كانوا بيجروا معاك على طول بيستاد الكورة دي آه انت بتعملها مرة واحدة ما بقال إيش حد دلوقتي فاوزي احنا محاش مررنا على كده ما فيش مدرب كم ييجي يعملها لي أنا اللي كنت بنزل بتفاكرة ما كنا بقول تعالى ما تطلعش الوقت يستنى هاخدك ونزبط الرتم مع بعض ده أنا أجري ومعملها لك أوفر ما لازم كده كبت تيجي مرة ما تجيش مرة تيجي بعد عشر مرة ما فيش حد دلوقتي المفروض اللعيب هو اللي من نفسه اللي يطور من نفسه مفروض يا كبت مش محتاج أنا مدرب ييجي يقول لي المدرب بش هيدرب التلاتين لعيب مفروض اللي بلعيب هو المدرب نفسه بقى ما أنا ده ده اللي كان لازم يحصل يعني الكل لعيب بيبقى عنده ينمي من نفسه بعد التمرين قبل التمرين يشتغل مع حد من زميله الأفرات القرى اللعبة بالراس الاستلام القرى يعني كان ربيع يا سين معي يا سعد كنت أقول له ربيع تعالى أنت بتلعب كان بيلعب بك شمال فأنا بلعب ناحية الليفت برضه فبقول له تعالى أنا حاول أعدي منك وأنت حاول تعدي مني أساسا هو بيطلع مهاجم التمرين من غير مدرب يقول لكم بعد التمرين أو ناخد ربع ساعة لوحدنا كده تلت الساعة نقعد نتمرن وفعلا يعدي مني مثلا ويعمل أو أنا حاول أقطعها منه عشان ما يعديش مني كلام ده بيدعكس عليك يا كابتن على طول في المطشاط طبعا كلام ده بيحصل في المطشاط طبعا يعني تمالي أنا كنا بنعمل مع الكابتن شطة ومع الكابتن مار همام لما كنا في التدريب كنا بنشتغل مع الولادة عندنا في النشقين في النادي الآلي حاجات فردية لازم حاجات فردية وبتحصل في المطش يعني بشوف مثلا كان عماد متعب مثلا أو حسام غالي أو المجموعة واقل شيتوس المجموعة دي كلها كانوا موجودين وحسام حسني كنا نقعد بعد التمرين عمل لهم الكورة اللي هي من العرض أنا أحمد عبيباك كان يجي يقول ليا دماغي بتاكلني آه كابتن أحمد أقول له إيه يقول ليا دماغي بتاكلني اعمل لي عشرة خمسة شرقو صراحة وأنا كنت بقى بتعبان إنما لازم أعملها له آه وكان بيشوت بدماغه بشبيه ولمسي عليه ولمسي عليه ولمسي عليه كابتن لأنه كان عمل حدثة بالعربية آه لا ما أنا كلمته وألف سلامة ألف سلامة عليك يا بحمي لا أول دوقتي أحسن الحمد لله ولا أنا عارف إن العربية هتتكلف كتير بدي من زعالها فكت ما عليش عديها عديها